سلام حبيبتي اليوم جبت لكم بلا كغاتا كما راكم تشوفوا جبت البصلة قطعتها نزيد لها الجزر نزيد لها الكورجيت نخلطهم نقليهم مليح حتى نهي دبال كما راكم تشوفوا أي خضرة عندك ديرها مشي لازم خضرة معينة الموجود في البيت نضيف لها كذلك لجي بيز كي ملح بزار فلفل اللي عندك نغطيها كي تدبال نضيف لها شوية زيتونا باش أعطيها واحد الدوق وشوية نتعلق سبر من جهة ثانية اراني دايرة مقلة قطعت فيها البطاطا مربعات صغيرة وقليتهم وخليتهم لي نشفو على جهة ما بين طيب لي الشكشو كانتاعي نروحوا مع بعض نحطوها في البلانتانا ان شاء الله نضيف لها هذه البطاطا اللي قلت لكم قليتها من قبل قطعت فيها شوية انتاع الجوبن الفرماج وضفت عليها هذه الشوكشوكة اللي طيبناها ونبعد نجيب البيت نضيف له شوية انتاع الحليب وشوية ملح وشوية بزار ونخلطهم ونزيدهم على البلانتاعي وفي الاخير نزينهم بالفرماج يعطيه واحدة توقع بنين ولون رائع ونحطهم في الفورن تاني يطيبوه كيس طيب ان شاء الله نشوفوها مع بعض اش احسا والان راهي جاهز زمانة القغاطة السهلة والابنينة شوفو كيجة شابة وابنينة ان شاء الله تعجبكم ما تنسوا جربوها وردوا لي الخبر نلتقي ان شاء الله في فيديوهات اخرى واكلات اخرى جديدة تمتم في رعاية الله وحبته والسلام عليكم شاهدكم طيبة